نسمع مصطلحاته هواية بالحياة العملية وبالحياة السياسية من هذه المصطلحات يقال على أحدهم أو على مجموعة أشخاص هؤلاء رجال دولة بمعنى هؤلاء ناجحون في إدارة الدولة وهذا النجاح من أين يتأتى لهؤلاء الناجحون أو الناجحين في قيادة الدولة يأتي من قوة القانون ويأتي من القدرة على تطبيق القانون وعلى القدرة على احترام القانون إذن الحياة كلها تحكمها قوانين وبلا قوانين تتحول الحياة إلى فوضى والكل يقرأ ويتذكر مراحل التطور التدريجي للإنسان من نيادرتال إلى اللحظة التي يتحدث إليكم بها نجم الرباعي قوانين تطور الطبيعة ولذلك نسأل من مصلحة من أن يغيب القانون وهنا لك فرق بين غياب القانون وبين تغييبه تغييب القانون يأتي من خلال المتمسكين بالسلطة الذين يعتبرون أنفسهم هم القانون وهم الذين يصنعون القانون وهم الذين فوق القانون وهم الذين يطوعون القانون باللحظة التي يريدون أن يخدمهم أو يخدم مصالحهم وهؤلاء عكس رجالات الدولة هؤلاء فوضويين لأنه عندما تغييب القانون ما هو بديل غياب القانون هي الفوضى وأصحاب ورواد هذا المذهب سواء بالسياسة أو بالحياة العامة من أين يستمدون مثل هذه الأفكار في قصتنا يستمدون من قوتها بالسلطة قصة عشناها وقصة عشناها من عام 2003 إلى الآن عندما تضع الأنزجة والأعراف والتقاليد والمجاملات السياسية هي التي تتحكم بالمشهد ضمن خلطة عطار توضع مقاساتها ومقاديرها وفقا لهذا خمس تشهر إحنا سبع تشهر إحنا صارنا ما عدنا رئيس ملجلس نواب أصل الحكاية ليش ماكو رئيس ملجلس نواب أكو خلاف سياسي زين الخلاف السياسي شنو سببه وين أسبابه أسبابه اختلفوا على العرف السياسي وراحوا إلى قصة أخرى هل نغير المادة 12 لو ما نغير المادة 12 بعد ما نسحب مرشح تقدم قالوا الإطار يقول ما نغير المادة يا بليش ما نغير المادة قالوا للأسباب التالية ردوا قالوا الإطار نقول لنغير المادة 12 للأسباب التالية هسه احنا فهمنا الأسباب بالتغيير حتى نفهم الأسباب بعدم التغيير زين أنتو الآن ده تخاطبو لكم شعب عميان شعب طرشان كل احنا لا نقرأ لا نكتب هسه هاي العلسين واحد وعلسين سنوياكم لو يوميا متعلمين نحرف هم عرفناكم لو يوميا عرفنا حقيقة كل كتبة تكذبوها هم عرفناهم شنو الموضوع شنو القصة انتم اذا تبقون تشتغلون بقضية العرف وحتى العرف الذي تبانيتم عليه اختلفتم به زين موعدكم قانون موعدكم دستور مو اكو حياة قانونية وبيئة قانونية وتشريعية هي التي يجب تحكم انتخاب الرئيس وانتخاب المدير وانتخاب الغفير والتعينات اخوان قسما بكل من يستحق القسم بهذه الفوضى التي ما زلتم تصرون عليها وتدعون بنجاحها فانكم لهالكون ورب الكعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر